حكاية بقية تانية أعظم كثيراً 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 تحدث في الدورة الألمانية بعد 11 سنة احتكار لبايرن ميونيخ لقب الدورة الإنجليزية النهاردة بايرن ليفاركوزن بطن للدورة الألمانية لأول مرة في تاريخه من 120 سنة تأسيس للنادي أول مرة يفوز بالدورة الألمانية يفوز مع مين؟ يفوز مع مدرب صاعد بسرعة الساروخ زي ما كان لعب عظيم وعبكري يبدو أنه مدرب أيضاً عظيم وعبكري مش يبدو ده أكيد تشابه ألونسو المدرب الأسباني ليه فريق بايرن ليفاركوزن طيب عايز أحكي لك حكاية تقريك الشخصية يعني تعرف بيها تشابه ألونسو طبعاً تعرف تشابه ألونسو اللاعب ومهاراته وعبكريته وكل الكلام ده بس تعرف العقلية اللي تخليك بسرعة تتحط وسط عظماء اللاعبين في العالم تتحط بسرعة وسط عظماء المدربين في العالم تشابه ألونسو ده هو صغير هو طفل صغير كده يعني راح لوالده وقال له أنا عايز أسافر أيرلندا فيه سفرية كده فيها كورس لغة إنجليزية والناس هتسافر لمدة شهر كورس مكسف وبعد ما أرجع هاخد إيه هبقى شطر أوه في اللغة الإنجليزية فطبعا والده قال له يا عم انت هتحذر مفيش الكلام ده انت ما انت تمامه كويسه قال له لأ أنا نفسي ألعب في الدولة الإنجليزية ومبنية حياة ألعب في الدولة الإنجليزية وأنا عارف إن اللغة دي هي اللي هتبقى من مشكلة أو العقق قدامي فلو سمحت سيبني أسافر أيرلندا عشان أخد الكورس بتاع اللغة الإنجليزية ده سافر شابه ألونسو وخد كورس اللغة الإنجليزية هناك وبالمناسبة كان معاه في الكورس ده أرتتة اللي هو المدرب الحالي لأرسل الإنجليزي وقال على شابه ألونسو أرتتة بعد كده قال لك يعني مصمم ويصر إنه يفهم ويتعلم كل حاجة بإصرار غريب لما شافه من ساعتها في الكورس ده يعني هم هم صغيرين أنا بس بحكي له الكورس دي ليه أولها كده إنه راجل من أول ما كان طفل هو عارف هو رايح فين طبعا لعب بعد كده مع ليفربول في الدول الإنجليزي